السلام عليكم هل تعلم أن متلادمة النونان هي حالة وراثية تعوق التطور الطبيعية في أجزاء مختلفة من الجسم؟ ويمكن أن تؤثر في المريض بطرق متعددة، بما في ذلك ظهور ملامح غير عادية على الوجه، وقصر القامة، ومشكلات في القلب، ومشكلات بدنية أخرى. كما يمكن أن تسبب نمو الطفل بصورة أبطأ من المعتاد، على سبيل المثال، في المشي أو التحدث أو تعلم أشياء جديدة، تحدث متلازمة النونان بسبب جين متغير، ثم يرث الطفل من أحد والديه نسخة من الجين المصاب، ويعرف هذا باسم الوراثة السائدة. يمكن أن تحدث هذه الحالة المرضية أيضا نتيجة تغير تلقائي، ما يعني عدم وجود تاريخ مرضي عائلي للإصابة بهذه الحالة. يعالج الأطباء متلازمة النونان من خلال السيطرة على الأعراض والمضاعفات، وقد يستخدمون هرمون النمو لعلاج قصر القامة لدى بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة نونان. مع تحياتي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم سالمين.